حضرتك كل حاجة زي ما طلبت بالضبط اه متأكدة والعدد كمان مظبوط والنسخ كمان مظبوطة لأن انت ممكن تلاقيها اكتر كمان كدومن عندنا نعم؟ لا يا فندم دي بقى لازم ارجع للمدير فيها نص ساعة واتكلم حضرتك ان شاء الله شكرا الراجل بتاع الحسابات ده راجل نيلة قوي يعني هو ليه كل ما بيبصلي يسبل ويفتحي القميس بتاعه ويوريني شعر صدره ايه القرف ده؟ بصراحة يا عسل انت اللي يشوفك لازم يسبل ويفتح القميس بتاعه ويوريني شعر صدره ايوا ناتيا ناتيا جد ناتيا حبيبتي عيالي مرابو عليك جدعة جدعة لحبيبتي انك جيت لو مكنتش جيتي كنت تمنى لحاجة اخلق انا قلت ايجي بقى خلاص هل لازم اقطع الاجائزة مالهاش لازم خفت المدير يرفضي ما هو اكيد عارف ان جوزتي بوزت طب و ايه يعني احنا كده بقينا مسلس ورعه ثلاث مطلقات يسدوا عن الشمس لا ما تفاوليش على نفسك احنا ما صدقناك جوزتي وعايزينك تعمر وحياتك من ساعتها وإحنا تليفونات تشاتن مش جعانين مش عايزين تفطر تيجي ناكل بيت بيت بلوبيس ليه بيت عيون بالبولوبيس يا بيت التليفون يا رينا وروحي انا لحب بيت عيون دي البولوبيف حيبقى جامد جدا الو ايه يا فندي جت حاضر حاضر يا فندي الاستباحة يا عسل المدير عايزك طب الفطار بقى وكتاري ببولوبيف حاضر بقولك يا حببتي ما تيكي تصاري معايا النهاردة في البيت شو ايه كده كنا عندي حق كنا عندي حق افي ايه ما كنت بتقولي قدي انتي تعبانة ونظرات الناس بتوجعك تبقى في تكرك بتبلغي دلوقتي بس عرفت انك انا عندي حق بص يا نادي احسن حاجة عملتها يا حببتي انك نزلت وبيتي هنا ما استسلمتيش انا عايزك تسمعي كلامي انا اكبر منك وخبرة عنك قسدتي في موضوع الطلاق ده انا مش عايزك تعملي حساب لأي حد اعملي حساب لنفسك بس اعتبري انك كنت في امتحان وصقتي فيه او ققعتي جوه حفرة واللي يمدلك ايده عشان ياخدك هو ده بس اللي تعملي حساب وبعدين يا حبيبتي ربنا اللي بعاتلك سامي يقدر يبعاتلك واحد احسن منه بس انا مش عايزة غير سامي انا بحب سامي متأكدها يا نادي انك بتحبيه بجد بحبه قوي ومش هسترايح غير لما يعرف اني بحبه بجد وبعد كده هو حر يعمل اللي هو عايزه طب وليه وجع القلبي حبيبتي عشان نادي عشاني انا عشان نفسي عشان حس اني يستحق فرصة تانية تستحق ايه بتخفي ان شاء الله يرجع لك دي اللي جبت يا ماما ربنا احمدك واشكرك يا رب ان انا جيت في الوقت المناسب انا عارفها انا عارفها البيت جي تلعب عليك معلش يا حبيبي انت شاب والشباب تيش استغفر ربك استغفر ربك ايه اللي انت بتقولي ده ربنا بيسامح يلا يلا تعالى معايا في ايه يا ماما انا شفت كل حاجة شفت ايه حضرتك اسكوتيك خالص يمشي من قدامي امشي منين انا شريكا هنا في المكة ما انا عارفاكي انا عارفاكي وعارف على عيبك تلع لامك ماما ولا كلمة زيادة انا بزعالي عشان ديه اللي انت بتقوليه ده عيب ومايفعش يتقال اصلا وبعدين ده مكانش هجل لو حد جي من العمر دلوقتي وشاف اللي بيحصى هتبقى كاسا انا خايف عليك وانا من صغير وعارف انا بعمل ايه ومش عايز حد يخاف علي ماما انت شرفتي ونورتي من فضلك تفضلي علي البيت وانا لما رجح هنتكلم سوا ماشي عماد انا مش عارفا اقولك ايه مم مكنش المفروض تبقى خلاص ولا من فضلك سبيلي شوي ممتع ستا ورا بص انا عرفت انت كانت تعييز اككلم معي أنا مش هاخد من وقتك أكتر من عشر دقيق صدق بصراحة أنا مش عارفة ابتدي كلامي مني سهلا ابتدي من ساعة ما قررت أنك تاخد عامات كبري طب إيه رأيك ابتدي من زمان شوية ساعة ما أبوي قرر يسبنا ويسيب البيت ويمشي ولو أنا عندي خمس سنين تخيل أنا فاكرة كل حاجة كويس قوي زي ما تكون مبارح؟ فاكرة شكلهم فاكرة خنقاتهم فاكرة صوتهم هي كانت بتقول عليها بخيل وهو كان بيقول عليها قديها مخروم وأنا كنت توقف أسمعه وعايد خرج ومرجعش تاني ومن ساعتها كل حاجة في الدنيا بقت صعبة قوي بريالة المدرسة القديمة اللي ما بتتغيرش الجازمة اللي كنت بخياطها أول كل شهر عشان ما قدرش أجيب واحدة تانية وصروفي اللي كان أقل من أي حد من زميلي وأبويا أبويا اللي عمره مجيوة لعمره وسأل علي ودي إيه بقى؟ كتبة جديدة؟ بالعكس دي الحقيقة اللي أنا كنت مخبيها عليك ما كنتش عايزك تعرفها أبدا سامي أنت عمرك ما هتقدر تحس بحد غير لو كنت فعلا مكاني طيب ما تحط نفسك أنت مكاني كده؟ حبيتك وأمنتلك وكان عندي استعداد أعمل أي حاجة علشان أتجوزك أهلي كانوا خايفين من وضع عائلتك واتضح إن كان عندهم حق ورغم كده صممت عليك وديكي شايف النهاية